لغزالة ديالي مساء الأنوار كيف ديري اللي بس عليكم كثيرين مع صحيحة الأمور هنياك وشي بزيان والله البنات اللي تتوحشون بالقياس اليوم البنات صراحة كنت معولا نحط غير قصة دي القبيلة وصافي حين تقلت بزافة القياسات اللي هبطوا لي المورال وما خلوش عندي القناة نهائيا أنني نسجل شي حاجة بالحق البنات وصلتني الدابة واحد للمولتي القصة شوفوا أنا بعدها فرحتني بساف وقالت ضروري نشاركها مع البنات هذا الشيء لأشخاصكم توجدوا رأسكم وتصمتوا لي أمسيا المهم القصة ستبدأ مني لكي كنت منزلة صغيرة بعدها قبل اسمي بتيسام دادتي تكبرت في واحد الأسرة المتوسطة للحال الأب ديالي كان خدمة مزيدة في واحد الشالكة وكان لديه واحد البوست اللي يتبارك الله مزيدة أمي انتي كانت ربعت بيت وفي نفس الوقت كنت تكدر هذا الشيء للطارد الخياطة ولكنك تخيط غليها والعائلة القريبة ليست مهلة ويمكننا بنا هنا ربحة ديال الخوط جوج ديال دراري و جوج ديال البنات وهنا الشيء في الوسط ماناك الكبيرة معاناة الصغيرة ويمكننا نعيشين بخير على خير من الأخير من الأخير كان قراءه في المدارس ديال الدولة ولكن منها اللي عقلت على الارسي هنا كان ديال سواء الأب ديالي مقاتل على اودنا كيكسينا مصبطنا موكلنا مشربنا كناها كم مرة في السمالة كيخرجنا ما كيخلي في ندينا في العوساني في الصيف كان سافروا مهم كنا هايشين واحد الحياة كريمة ما نقص فيها احد شي حاجة ايو دابا اجي نعود لكم شوية على الارسي انا كنت واحد البنت اللي يزوينا عندي حقي في الزيل بالنسبة للقرايا ما نقدرش نقول لكم انني كنت مشاهدة كسولة كنت بنت حادية ما عمرني مسقط ولكن ما عمرني ما اجيبش نقطة لتبرد الكلب كنت دائما كنت اجيب 10-11-12 هذا هو المعدلات ديالي المهم بقيت جارة في القرايا وداخله سقراسي وشدتي قاري وخبنين كنت تقريبا صغيرة عندي 14-15 عام ولو كيجو في الخطاب وفي ما مشيت كنرد معي في ف RESULT وفي الوقت التجارة كنت بدأت خير وفي هذه المال حتى كنت تتخيل ويستخدموا الاعتبار وكانت تقريبا خلصوا يتصنعين وانك كان بالفضل لم تتزوج اجيب كنت في وصل الهام في العام والعام الثاني كنت تقرر واسدت تكويل المهاني وقد قدرت تكويل المهاني وقدرت فيه كونتابلليت المهيين في العام سنتحرف على سيد كانت سيد ساكن في الحومة النت مهم سيد كيف شاهدت اعجبته انا كان اعجبني بالسعف كانت تعطيت ورقم دلتالي وبدت ان اهضر معه علاقتي بقيت معه هذي الساعة هو كان كمال قرائته وكان يقلب على الخدمة الامور تسرعت بقيت انا يا كان قراءه وكان دلتالي الساعة يقلب على الخدمة كل مرة كيدو بسطاج ومرة خدام ومهم كان كي بريكولي انا يا كنت في الخدمة دي وكنت كان حماق وكنت سطعلي وعلاقتي كانت نهار على نهار كتكبر سيد انا ما اقول لكم رمع ام مردي ما اقول شي 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 خيبه وكنكي حماق وكي تسطب على التراب اللي كانت مشاعلي وكنكي قولي اياه كيف نخدم مباشرة من مراها غادي نجي نخطبك من عند والديك المهم انا يبقيت مقاتلة كنت دوس تلك العامين ديال القراية من بعد كنت دوس تشتاجات من مراها هذي الشي وليس كان بريكولي كل مرة فين كان نخدم لانه شي خدمة زعمال لي مرسمة ومقدمة ما كنت شلقيتها مهم مرة كنت نخدمها في الكابلاج مرة كنت نخدمها في هذا الشارك يدرون معي 6 شهور المهم بقسم الدردبة في هذا الوقت لا نقول لكم عدد الخطاب اللي كانوا يجبون فيها وغير شكون ومشكون انا كنت دائما نرفض ونقول لي هم ما بغيتش مهم هذا الهضراء كان سيد لي مع سيقليها الخبار اوما كان جعبوا الحال وكان خايف بالسافلة والدية شنهار يبزو لي شيريس وكان قول شوية يقول لي غادي نجي نخطبك من عند والديك انا كنت نسبرو وكان قولوا بلاتي حتى توقف على رجليك انا كنت تقول لي هم خذك على الاقل تكون مرسمة في خدمة سيق تكون دير دار لن تجيه هكا طويل المهم بقينا هكا الابنات اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار لهذا السيد كان جاءت الخدمة في سيبر مارشي الماركة ديانه مشهورة هكا في المغرب المهم كان خدم بوحد صلالة رمس سيد كيف خدم في الشهر الول كان قولي اواج دراسك نجيه باش نخطبوك فعلا كم شاو دوا مع ماما ومع اخوته واحد معكس لي حينت كلهم كانوا هارفيني انني معاه مهم جاو عدنا الناس وجابوا دكشي لقسم الله هائلتي كانوا فرحوا بهم الاب ديالي كان تردد كان يقول لي زم السيد يلا بدي حياته مازال ما عندو حتى شي حاجة وانتي جاوك زماء ارسال لي كاملين ما فيهم حتى شي حاجة ناقصة قلت له جوفا بابا انا هدا هو اللي بغيت الاب ديالي شاو نقول لكم كانوا حسيد لي فشكال وكانت هو يؤمن بالحب وبان الزواج تيصير من حند الله وخدهم فقراء يغنيكم الله مهم كان كيعرف هاتي وكان كيعرفي لان كان مربي مقسم لك شي حاجة انا مقسمها لك تاخذي راجل لباسع له ايد تلط وتاخذي راجل درويش اغنية دربي المهم كان قال يا ابنتي الى بغيته وكاي بلك انك يتقدر يتصبري معاه توكلي على الله المهم هي هاتي كالبنات انا يا الولد كنت كنت تستطع ليه لو يقول لي يتكني مهاي في جلابتين قلوه مرحبا ما عنديش المشكيل المهم الامور كاملتي سرات جابوا من المرة هداك الشي الخطباء السيد ما تشرت علي لف حويج لف صداق لف عرص لف حتى شي حاجة الابديالي المسكين هو اللي كانت تكلف بالعرص من تقطق حتى السلام وعليكم بالنسبة لصداق كان عطاني خمسة لف درهم وانا كنت هزيته وعطيتها لي قلت له هاتي بشري ليا الحويج وفعلا هي بشري ليا الحويج وكان شري ليا الخاتم وقال لي هادو كفر السطاق تساليهم لي المهم هداك الراجل ما تشرت تعليف حتى شي حاجة كنت كان بغيه ديال بالصح وكنت حارفة انه هو بولد الناس كان كي سلي صلاته ومتطقي الله كان كي خاف عليها الواحد دراجة اللي مكتطهش على البال ما عمور طلب مني شي حاجة لخارج الطريق ما عمور ما قالي حتى تصويره مثلا ما هي كان كي هادر معي بحثيرها كان كي يقولي انا بغيت تكالزواج و بغيت تكالحلال انا بغيت تكوني مرتي ومات ولداتي هو كان قرر انه يسكن بوحده حتى قاعي بغينا نسكنه مع والدي ما يمكن لناش وليدي كان نسكنه في حد البرتمالي هو مشيق تكال اقتصادي ولكن في حال ذاك شغل ما يعني عادي صغيرة ما يمكن لناش انا نزده معهم كان مشى اكرا واحد دنصيص فيه بيته وكوزينة وصالون في نفس الحينيت في واحد العمارة كانت شوية قديمة كان نعود لها سبعة غير بالجير شراء واحد نموسية قديمة و كنت انا وياها مشينا باش نشريوها فاش كنا بعدها كان دورو على النموسية كنت اخديت ار خاص حاجة ما كانش عندي المشكيل ما تشرت علي موالو و كنت اخديمها لقد قياسه سافي اخدينا هديك النموسية من غيرها ما كانت عندنا حتى شي حاجة ما عنديش ما اشافت واحد نما في نفس الحرس كانوا هعنيوا في دارنا و كانوا الى دارنا لأن كنا أخبهم في نفس كاملة ولم , تغنو بوضع كنا petit ك saben من خوضنا هكرا و تم اخشيت انا و هذا الرجل في هذه الدويرة لا كان لشهر العسل و الباصل لتنبقى كما تقول لك سافرت لا كان لشهر نحن فجينا للدار كانت الرجل بقى عنده سافر درهم و كانت ساعة الأول دي الشهر يعني ما بقى عنده حتى شريال لحينت الفلوس كامل اللي كانت تخلصهم في هذا الشهر كانت خسرهم في المصاريف دياله سترجي بهذه العرص من عرف مينام من عرف من هذك شكل دي المصاريف المهم مني اندخلت انا على هذا الرجل نحن داخلين بالكريديات بدأت تسلف من هنا و من هنا باش يصرف كنت انا تخيلوا عروسة جديدة كي جيب لي هكا عديسة الويبيا جيب لي ببيضات مهم كنت كان تفتف مع الزمان و فرحانة و كان قول ده بربي يسر المهم داز هذك الشهر شهر الاخور كانت تخلص بدك يخلص شوية الكريديات وبقينا مزيرين مهم بقيت انا وعيشة مع هذا الرجل و انا في دارنا را كنت عيشة باخير و اخر تجي حاجة مناقسانة الداسر مع امرو ما تقطع في الدار الاب دياني كان يتقدب يديه برجليه مهم شي قلت انا كنت عيشة و كنت فرحانة البنات مهم عيشة مع هذا الرجل الوقت البنات اللي كان يكون عندو و يتقددك الشي كتير كنت انا ماشي كان مشي يومدن في الزعف التقضية كنت دائما كنت نصبت العدس و نخلي واحد شوية في الميكا نصبت مثلا جابلي الحم كنت نصب و خيوة مثلا جابليه كنت نصب الغضاء ضروري ما كنت نحي يدمنه كنت ندير بطاطة مثلا ما نقدرش ندير بطاطة كامرة و نخلي والو الدارش احتها و نخلي غرجه بطيطات و لا بطيطة وحده و لا ندير كل شي مهم هات القضية كانت فيها بثاف كنت دائما هاكا واحد شوية في الميكا كنت نخليك كنت نصبح عندي شوية العدس شوية الفول شوية الاخمس شوية الشعرية مهم ما عمرني متلقي هاتك الميكا كنت نخليها كاملة ما اعرفت شالبنات علاش و لكني كانت نقول ان راجل في الأخر شهر يقدر يتزير و فعلا هاتك شي اللي كانت نقول هو اللي كيترا لانما يأتي في الاشياء لانما يجي في الحيار يسالي يدعم أغلبية الأشياء معي كيف يستطيع النار و ننطق المصروف و يتسلام و يجب أن يجب أن يسكن من الأشياء و يجب أن يكون باستخدام جدا مواطنة و انا سنقرب من امامك و انا لم يكن لا يوجد حاجه ولكن نحن انا الشيطان مهم نحن نحن نطلب من ايضا و اصحابه سوف أستخدم حلقة و انا كنت و انا كنت امتلخ وعلينا في الظهر لنحاول انني اذهب على قد الحال فهذا الوقت انا اطرت ونزلت باش نخدم ولكن ربي مسهل شعليا الباب اللي دقيتو كي تدفوش هي الراجل كان نقاتل وغادي يخدام ويبقين هاكا كدوزنا واحد المنطة حتى غررنا الشيطان وقلنا اجيو ومديرو سيرو تحمله احنا اصلا كنا غارقين راجلية ما كاش كيتخلص شيخلصة كبيرة مع الكراو والمصاريف ديل ترونسبور كاشتلينا شي حاجة قليلة باش نعيشو بها المهم كانت خنع لي يا راسي وقلت نحمل مهم حملت ووكلت على الله ولتولدي المصاريف ديل السبوع المشاكل ديل ديل الشريري الحواية شريري مانطالي كوش الحليب مهم تم كنا زدنا تصيرنا واحد زيارة ما نقول ليكم اليها ولينا عايشين حرفيا بتكتوكا وما طيش طرنش في المقلة وهكا هاديك المعقودة يعني غير الاشياء اللي غير من الخضيرة هاكا كان الراجل أعطاني المصروف في ديار كنت كمشي حتى تلتل ديار السوق وكنت قدر لخضيرة هاكا وغادية مع الزمان ومدردبة ما عمرني هزيت راسي ومشيت لدربة وقلت له أحقا أنا راجلي..كانت قصة من الله..رحنا كنشوفو فيه..وهو ما قراش لي..الراجل كان قاري..ماشي ما قاريش..وانا كنحتاه هو ملقاش خديمة..المهم هي هاديك..بقيت أنا وهذاك الراجل..انا هادك شي لكيكي عتني وخاق ليل..كنت مدبانيا بيه..مقاتلة مع الزمن..معمرني تشكيل..كانوا كيجي عندي الحائلة..كيجي عندي الأب ديالي..كيقول لي أمدراكا..نقول له باخر..وعل اخير..الحمد لله..يعني أنا بعد المرة.. و فرات نتحدث المواكل يدخلون على شهر و شهرين للحام و بعد ذلك لم نعنم المحوم و نحن أعرف أبا لسق الخبار و اولا ما سيجعله الوحاول و انا و انا و اعرفه و لا يرداش و انا و انا راجلي و كان على نفسه انا فجل القاتلية خدمة كنت طرس بالفرحة دويت مع الراجل قلية مرحبا مهم كنت خدمت تم الامور كانت ترقعات واحد شوية وليت كانت تعاون انا وراجلي في المصاريف الحمد والله مبقوش عندنا الكريديات حيننا كنا 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 اخذوا الكريديات غير باش نكملوا الشهر اما من النهار اللي تزوج بهذاك الراجل را ما عمرنا سافرنا ما عمرنا زدنا شي حاجة في الفراش والوالبنات كنا نقاتلين مع الزمان المهم الوقت اللي خدمت ولينا معاونين انا تكسي شوية وليسم هاللي في هذك الوليات كان كسيه كنا اخذ لي الامور دياله كاملة كنت كان هزومة وممسكينة اللي كانت مقابل الاهلية المهم كنت عايشة انا وراجل الباخير وداست قريبا واحد العامين وانا خدامه حتى النهار اللي راجلي كان وقع لي مشكل في هذك الخدمة وكانوا جروا عليه دير وليت ترتع السوفي المهم الراجل كان يقلس لي فرقنا ومبقى شخدام وليت انا اللي هزل مصروف ديال الدار كامل الراجل مرضاج وما اجبوش الحال كان كينود مع السبعة ديال الصباح وهو كيقلب على الخدمة وفي نفس الوقت كان كيحاولي بريكولي مهم كل مرة ورسقوه مرة يخدم مع حوات مرة يمشيها كيامر خضيري بيئها مرة يدير شوية داسر مرة يشبيعك لي نيكس وهو راتبارك الله قاري مهم ما كانش كيقلس نهائيا انا وخصي يد زعما كان كي بيقولي ولكن كنت دائما كان حطها كالصريف فوق من تلاجة دائما كان حطها كواحد المئة درعاب الفين وربعمية دائما سما بالزعما يلحتاج شي حاجة اي اخدها وكنت كنقلوا هذين دعمت المصروف ديال الدار ولا احتاجت شي حاجة السيد كان بنفسه ما كانش كيقيتها انا هي كنت كنصرف على الدار ما عمرني هضرت ولا اتكلمت للمدة ديال عام ونص فديك العام ونص السيد كان يجري في المحكامة على ودها اكثر تتعسوا في حيث لمشي هو بوحده يجروا عليه كانوا يجروا على شدران اخرى من غيره الحمد لله المحكامة كانت نصفاتهم وكانت ترددت لهم حقهم وكانت اخرج لهم وحتى التأويد المهم النهار اللي راجل يخرج لي التأويد سيهزوا ويجبوا لي ويجبوا لي ويجبوا لي انت يا انت يا تبارك الله كتعرفي تسري الامور ها 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 هاد الفليسة تخليهم عندك حتى نشوفوا عشنو غاندينو بيهم المهم الراجل بقى هاكا كي بريكولي مرة هنا ومرة لهي مرة خدم ومرة لا فدك الوقت كانت لا حرفي تعلم ليهم ولا كي يعرفي ها يبدي ها ذاك شديل البلومبي ولا كيفهم فيه اللي خاصوا مثلا يحفر شي خمية ولا يحفر مثلا الكلفازة ولا البرابول مهم ها ذاك شي كامل ولا كي بريكولي فيه وانا يكنت خدامة ومعاونة معاها لازمان وبقينا ها كاكو سيد في ذاك الوقت كان كيفكروا كيقول اشنو غايدير ما اشنو غايدير حتى النهار اللي غاديش عنده واحد خوه وغايقول لي راكين واحد المحال في واحد السوق بغي يتبع لي الساروت قالوا زع ما هادوك الفلوس اللي اختيتيهم سير حطهم في ذاك المحال ونتعاونو معاك وكريه وعمرو وربيه 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 للا تاويل مهم راجلي جا وتجاور معي وكتلوا اها علش الله انته انت كتشوف تنيتي الوظيفة مع الدولة مكيناش الخصوص والو يعني ما مكين زعماش يخدم مع عشي القضية كان زعمتا قتلوا جرب البيع وشرا جرب دير شي حاجة تيالك والله ما زعمة مهم كان شد هادوك الفلوس سلف من عند خوه ثلاثة سلف من عند واحد اختوجوج انا كنت سلف من عند بخمسة حيث هو الفلوس ديال المحال ما كانوش عنده كاملين المهم كنا خلصنا المحال وهذا الشي اللي يبقى كان عمر به المهم سيد بده خدام في اللول كانت الحركة شوية ناقصة بقينا صابرين مهم سيد كي يمشي في صباح كي يحل كي يجيتها الأشياء انا يبقى خدامة واخر خدمة ديالي كانوا فيها المشاكيل وصداعات ولكن كنت صابرة هذيك القضية المميكات ما عمرها محيدة مني البنات وخزع ما الحمد لله في ذاك الوقت يعني انا كنت خدامة وكل شي والقضية بدأت تنفل شوية ولكن ما عمرني مثلا نجيب شي حاجة ونديرها كاملة شنجيب نسكيلو مثلا ديال ليبات كندير منها واحد نسكيلو نخلي واحد شوية في المميكة كنت دائما نخلي واحد شوية ونخبره من المورة البطال لكسجيه باش ميبان شليا كنقول لها ربما ماشي نهار متحن سير نوقف من الخدمة يوقع شي مشكل ما كنش كنرضى اني نمشي عن شي واحد ونقول له احقا عطاني اعطاني اعطاني سكار كنقول انا على الاقل بريني دل اتاي وسكيكرا وها انا واقلة شاربة وهاتش راني تحت فيه على الوقت اللي راجلي كان بوحده الوقت اللي قلصنا اللي قلص من الخدمة يعني ازامات وقعوا وانايا كنت دائما مضبرا الامور ودائما غير بشوية وغاد يمع الزمان وما عمرني ما كنت كان شف الفوق وكنت كانت عنه وخا عائلتي كاملة كان ميسرع لي هاسي دربي منهم الاب ديالي واخوتي كل شي كانوا اللي بتسعليهم كنت انا قديم مع راجلي وكنقول حمد ربي وشكره وكعارفة ان زياد اللي بزوجة به وولد الناس وولد الناس راح كيبانا المهم هذا الراجل بده اخدام الامور بشوية 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 بدي سكتسر وهو صبرك الله حتى هو وزع مفتجارة كان حتى مبقاش كيفكر بالفكرة ديالناس ديال السوق ولا كيدخلش حاجة جديدة كان فاش كيمشي تقدى كيبقي يقلب على الحاجة الغابرة كيجيبها ويجربها بدون الناس هكا كي يعرفوا كيديرتمان مزيان كيقولك ان الله مقليل ومداوم ولا كثير ومقطوع مكان زياد ماشي واحد لي كيبغية كلها كاملة كي تقدى شوية بشوية 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 ارى لكم غدي سمشية مغدجية محتحت النهار اللي غنقرر اني نحمل المرة الثانية المهم حملت الامور كانت غادية بزيانة الراجل في هذه الوقيتة بدت الحركة كتتحرك عنده شوية الحمد لله ولنزع معي شي نباخير وعلى خير انا ما نقدمش عليكم كان الراجل فاش كيجيب لي هذيك البراكة كنصرف شوية ونخبيش شوية وكنت غاكا غاديا مع الزمان مهم ما كنتش كن شي واحدة لي مبديرة ولا مثلا بغاتبان ولا كنت باع قليل الحمد لله المهم البنات بقينا هكا كنت دوس الحمالة ديالي كنت قلس في الوقت لي غادي نولد وولد تبخر وعلى اخر درنا واحد اسبوع لي علاقة للحال عرضنا على العائلة وعلى الناس القراب داز هذك شي كنت سارت العطلة ديال الولادة ديالي كنت رجحت للخدمة الولد ديالي كنت كندي هو وخو لحد ماما مهم بقيت عيشة مع هذك الراجل ليوم وغدا ليوم وغدا الراجل بش بي يبشو يربي بدا كي سهل علي حتى ولك يدخل من هذك المحل فليسات الحمد لله المحل اللي مجاور مع المحل ديالو كان ملابا غي بيعو المهم فاش بغي بيع سارت حتى ما ماكينش المكين غاز سارت فاش بغي بيع سارت لال الراجل ديالي كان دوا معاه قالوا ره السارت بقدة وقدة مهم الراجل ديالي وخما كانوش عنده الفلوس هذك الساعة كان عوسي ان يدرنا عند الحباب كانت فيس عند الاب ديالي مشيس عندخوته مهم درنا عند الحباب كاملين مع الناس كنا المرأة الأولى في السلفونا ردينا لهم وكانوا معقولين عارفيني أنا أصلا مرأة وقوطة ما شمنا هذوك العيالات اللي زعما أنا كلمتي كلمة وراجلي حتى هو معقول مهم اللي كانت تقف بابه ما كي قوش لنا لا الحمد لله كنا تسلفنا كنا عودين يخذينا هذك المأحال درنا فيه أو عمرناه تواب حاجة أخرى من غير هذك شي اللي كان دير راجلي ولا راجلي مقابلهم بشوش الحمد لله اليوم غضاب شوية بشوية بسوية بقنا مزيرين وخذع مهات شي كامل يا عاويت لكم حنا بقينا عاشين في هذه الدويرة للي هبيت وكوزينا وصويني ووكانت غاملًا منذ قال لي مجدد عليها ما كانش كنت شوفها الشمش أنا كنت 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 يكسى مره في حال ومزير الوقت لواحد درجة اللي ما كنت ترتاحي على البال وخال جل كان خديم كنت مزير لي مزير لي حال وكانت كنت يخلص لك ريدييات كنت لحم الأشياء كاملة اللي غالية ما كنت ندخلهم لدار إلا بعض المرات ووليداتي كنت كمشي للبار ونتقدرهم ذلك الشيعة على قد الحال واخر كنت كنقول لحقا الراجل غير ربي الريش وغير ثاني وعكيكوس كنقول ما يدير هاش راجلي ولد الناس ونا هارفه عنه ما عمره ما يفرط فيها سافية هادي كنت غادية معه بنيتي وكنقول اللي يقدر تبر في العلامة سافي بقينا هاكاك الراجل بشوية بشوية بدك يرد عباد الله فلوسهم حتى الحمد لله كنرد هذوك الكريديات اللي عليه بشوية بشوية هذك المحار حتى وبدك يتعرف بدعه تانيك يدخل فليسات ولهنا يا الراجل ترقع ايوه بشوية بشوية حتى الراجل قال لك للا بغير دير الدار ثم كنا جمعنا واحد الفليسات كنا مشينا ودفعنا فيهم فوحد دويرات عند وحد سيد كنتي كنت هو مقاويل كي يبني ولكن كنت دفعي لي فاش يالله كي يبدع وقد تبقى يتكملي معاه حتى النهار اللي كتسالي الدار لك سعيلة بقاتلك شي حاجة قليلة كيتعاون معاك يعني كي يزبر عليك واحد العام واحد ستشهور مهم تقاتل ناعه وتاني وأنا يا تسلفت وتكلفت ودرت القرآت ما خليت البنات ما هدرت حتى اختينا هذيك الدار في الوقت اللي بغينا نكسبوها الراجل نكتبها في سميتو واجيوا تشوفوا العائلة ما خلوش ليه من سبان ومن المعيال وانتي اغدير لي الشالح وانتبجوش في سميتو الضار في سميتو واش انت يا دراجل واش تيقافي لها الدراجة وانتي مكلقة وانتي 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 كنت كان قوليهم شوفوا انا الحمد لله ربي محموم ما غدي خيبني هاد الراجل غدي معاه بنيتي ويللقى حسن مني غيل الله يكملي معا شي لا تلاقى مع شي واحد اخرى اكيد اذاك شي كامل اللي بنيتو انا غتريبوهي انا هاكا كنت كنفكرة البنات المهم هي هاديك سيد اه كان اخده هاديك الدار وعلى نيتو وماشي زع ما قال هاكك سما الراجل وولي خسته يكتب دار في سميتو انا ما حكرت الصراح سافي الدار تاخديناها تحولنا لها الفرحة ديالي من قوش لكم قداش كانت كنت فرحانة بساف المهم تحولنا انا بكتعوتيني مقاتلة بحال خدمة ديالي ومقادوك الوليدات داري كانتشعل اه ما امرني ما تلقيني هاكا واكلة في الزرقاء ولا دائما كان طيف الدار مقاتلة راجل اخدته موبيل بدك يترقع بشوية بشوية لأمور الحمد ولله غادي وكان زين شوية اخده واحد الارض هاديك الارض كان جوت لي هاكا تستمر نباعة وماشي هاكد تحولنا لها هاديك الضار الي انقبعها وفلوسها كان معمر هذا المحل الذي كان يبنى وكانت تفوق من نور برد ما المهم امره انا هذه الساعة كان قلت لها اغير قلس في الدار حتى شي خير ما غا يخسط الحمد لله سيعمل امورها تسرات اني اتلعت لي الخدمة معشف راسي في شي حاجة كثير من راسي وكانت عندي تمارة لا انا بقيت قلس في الدار سيد اشغل اقول لكم ولا كيت قدبي اديه برجلي وهاتي ده التقديا اراه يمودة هذه مبقاش عندنا مش هيل ولا سيد اتقضى انا مهلي فيها ديال بصح كانت الفلوس ديال كانت الفلوس ديال كاملين قدوز عليه ديال كان اي حاجة كي يجيبها كي يجيي يقول لي هاهم الفلوس كيحتهم ليه حتى كيتجمعوا ديالساعه كنقول لها يدعلي هاتش من دار ديال البنكة المهم غادي نبقى انا وهادك الراجل هاكا كحا تنهار اللي غادي نجي عندي وغادي يقول يخسك ديري البيرميح تنتي خسك ديري التموبيل أطلعها لك، ويقوم بالكامل للحصول على مستقبل فى مستقبل الطموبيل ً مهم يترجع الطموبيل ً تقدم بها طموبيل وعرف كثيرا انا قلت لها فلوزها كوندرسي بيوم شي حاجه قليت شي حاجه مازغل عليك خاسك غرد تفكري هاداك شري دوسي معايا المهم خدالي الطموبيل كان معي شني كيف الاميرات شي حاجه مراق ثاني وخاها كانوا يلغطوا علي الصحابات والحائلة وكيقول لي احقا خاصوا يدير خاصوا يكتب لك خاصوا يفعل لك خاصوا يترك لك لاحقا منها لاحقا منها المهم انا ما كنش كنتي هالصراحة في عدرتهم وخا نقدر نكون غالطة ولا يمكن راجلي استقوال الناس انا كيف مكتلكم كوز غاديم اهبنيتي غاديم بقاوة البنات هكا كما عمرني اخرج معي لعيب ولا كتلو شي حاجه ما عمرني اخذت لي درهم ويلا اخرى وهو فاش الحمد لله زعمار بي سهل عليهم ما عمرو كبر فيي شي حاجه كانوا الفلوس كيف مكتلكم كيجيبهم لي وكيقول لي اللي احتاجيتي زعم ما متشاوريش معايا اللي احتاجيتي اخوضيها وكانت البنكة دياله دير فيها سميتي وسميته يقول لي زعم ما بغيت تمشي تاري شي حاجه تاري ما بقاش غاكي تحاسب وريدت انا اللي مسؤولي على المصرف ديال الدار انا اللي مقابلة الوليدات فدك الفترة كنت تحملت للمرات ثالثة سوف نبقى هاكا حتى الواحد من نهار سوف يجي عندي السيد ويقول لي يا شوفي انا رشيد يورتي الساكن اقتصادي انجبوني ورا في موقع مزيان ورا فيهم زعم ما اكبار واحد شوية انا اخذيت واحدة ورا كتبتها في سميتك حينت ركي عارفوا ما قدرش نكتبها في سميتك حينت عندي الملك انا ما كدبش عليكم فرحت بساف وتماكن تهرفت ان المسألة ديال الكسبان ماشي بسالات انه هو ما كيتاخش فيها ولا لا ولكن اغل حينت هو كيقول انا وياه واحد المهمة البنات انا وراجلي بقى حد الان عايشين هاكا بعد الوقت اللي ولدت السبوع اللي داروا لي كل شي بقى حل في فمو كندر لي العمارية ما خلال البنات ما دار لي اذهب البنات ما نقوش يقوم هاداك الشي اللي كيشري لي وحسا انا كنشري زمال الحمد لله اندي الفلوس كيعطيني بلا حساب وانا دائما كنخلي واحد شوية هاكا ابار كنقول هادا الدوائر الزمان ما قناعرف الواقص باش تلابية اليوم هادا الدراج الحمد لله حيش معه باخر وعلى اخر السفر كامل اللي ما سافرت في حياتي سافرتو معه ما كيخلي مكيش ريليا ما كيخلي فيني الديني ما كيتحاسبش معايا منهار لي سهل عليه الله وما تقولوش هادي عام ولا عميل ولا غيتبدل البنات هادي ره مدة طويلة الحمد لله منهار لي سهل عليه سيدا ربي ما عمر ما شفت عليه شي حاجة من خدمته للدار ومن ضر الخدمة كيف كان عايت لي كيخلو بني ديك الساعة انطلب منه شي حاجة يجيبها لي اه كيبغي دير شي حاجة كي تشاور معايا كيقول يا انا خيرك ما عمرني منسا وهذا الشي اللي دوسي معايا ما تدوزه الا بنت الناس وفاش كنكونوا هاكا مجموعين في شي مجمع كيقولوم هادا السيدا وكيبغي عاود لهم كيقولوا ما سيدا ركا تكت خبيقاتي واسكار وفي الأخر ديال الشهر فاش كنزيره هاكا تبدأت اليوم شوية دير شعيرية دير هيناء بالحليب واحنا يمع الشين هاي الغديج بدأت شوية العديس ودارت معارت شوية الفول وشوية هاكا وهي دارت نفطات الشطبة وكنت البنات من هذيك الكوزينة كان خطارع وكنت يعني كان تفتف البنات كان تفتف كيبغي الحداقة وكيبغي المرأة تكون قوطة وبدراعها وتعرف كيف تسللك راسها وولد الناس البنات باقي كينين ماشي ما بقاش انا وحده اللي ما اكدبش عليكم اليوم من هاد المنبر كان قول ان راجلي ولد الناس ديال بصح وعارفهم اكداء انه هما عمروا ما غادي غدرني ولا غادي حاجة لي تضرني ولا غادي تعمل معايا خيب بالحاكس في مكتلكم كان كنوا مجموعين في شي مجمع كيكبر بي او كيقولوا بانا مرتي هاداك شي دارت معايا ينموت ومنصح وحتفش كان كيبغي الموضوع ديال هاكا عندك تزوج عليا وتزيخ يقولي ده بدخل زيال كبير بالله شكون هادا اللي غا تزوج بيها هادا اللي غا تزوج بيها هادا اللي غا تزوج بيها غا تسكن معايا في نموسية قطيمة غا تعطيني فلوس صداق ديالها و تقولي سيرشله بهم الحوايج غادي تتخبي شوية الزيت و شوية الآخر باش تكمل بيهم الرأس ديالشهر غادي توقف معايا وتخدم وتخلط و تحطلي الفلوس فوق تلاجة قلي شنو غادي تدير اشنو عندها زايد لغ تزوج بيها عليك تقولي اشي انا را كان بغيك و كان حماق عليك و انا في هالدنيا كاملة ما عندي ما ندير بشي مرامل غيرك حينت عارف نهار اللي غا نطاح انت اللي غا توقفي معايا و انت اللي غا تكوني في جنبي والدنيا معمر الواحد يتخبيها الغزالة ديالي هنا غا تسالي القصة ديالنا القصة ديالنا فرحتني بزاف و ما غا مقوشيكم انها ستتناء بالعكس كيني بزاف ترجالي ولد الناس رجال اللي كيديرو بحساب العجرة رجال لي يوقف معاك في الشدة و معمروا تخلى عليك تحيا لزماني من هنا اللي يخليك الف 시청ات وتخلى عليك لوليداتك 1993 ovpوبها و الحرام وهن انها مسؤلَّ الناس لك الله ذكالي لا يقرر عليك حساب العشرة و كيف ما كانت ابنت الحرام التي ليتعقلش ش الى تضقط خلالها في وقت الطالة الشدة كينك الناس التي توقف معاك وyaniك راجل ووقفة في كتافك وتأول عليها فا الي القيتي هي انت يا انتي هاد بنت الناس ولا هدول الناس شد بها بيديكو بسنانك وحافظ عليها حين تلا مشيت حتى فلتيه ولا فلتيها كون مأكد ومأكدة انك ما عمركي ما غتلقاه المهمة الغزالات هنا غتصري القصة دينا ما تنسوش غليوا الاراء وتعليق ديالكم صاحبة القصة وما تنسوش خصكم شهرازات من التعليق زوينا ما بقى ليا الا ونقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم كاسمحكم شهرازات ليكا تحمق وكاسموت عليكم